الخوض في موضوع ريان أبو حمود هل ما زلت عند قناعتك في موضوع عبدالله الجنيبي؟ نعم أبو فرح أنا شوف قناعتي بما يخص النجم عبدالله الجنيبي ثابتة ولنت تغير عبدالله الجنيبي طلع لأنه كان أقل نقاط في البرايم نقاطة في البرايم ما لا يدخل في نقاطة التي حصلت قبل البرايم ما لا يدخل في النقاط اللي خصم عليه من مهاب ما لا يدخل لا يدورون حبايبنا سسمه جمهور عبدالله الجنيبي لا تدوروا لكم شماعة تعلقون عليها الأعذار طلع منها النجم لحلوا لقوت الله بالله أن الله وأنه لي راجعون نسأل الله التوفيق والسداد له العودة أنا أطالب أن العجلة تستمر وأنها لا يرجع لأن عودة للبرنامج يا أخي ترى اسقاط عليه طيب 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 الأقدار مكتوبة طيب والأسباب لازم يتخذها الإنسان صحيح طيب عبدالله الجنيبي أثناء وجوده في البرايم تعد أحد المتسابقين وقال اللي جابه وهو ما هو في اللوكيشن حق الفقرة طيب زين نقول عادل أتخذ قرار سحب تغيير سحب السؤال وخصم النقاط صح؟ طيب ليش ما يقول عادل بن هيف نغير السؤال طيب يا أبو من أحيان ذاك عادل هيف اخرجها خارج الحوار طلع عادل برا طيب عبدالله الجنيبي هل ريان أجبره يأخذ الجواب؟ يا أخواني ما هو منطق الكلام هذا خلنا نقول آمين آمين الريان غششه من الذي أجبر عبدالله الجنيبي؟ ما حد أجبره أخذها بقناعته حتى وإن كان الإجابة خطأ أو صح أخذها بقناعته ترى عبدالله الجنيبي هو من أخذ الإجابة وإن سمعها وإن قالها أحد وإن حد غششه ما هو شغلي ما حد قاله يقولها طيب عبدالله الجنيبي لن يعود عبدالله الجنيبي الله يوفقه عبدالله الجنيبي الله يسلمه وجهة نظر تحترم أنا أنا ما أطلب الله بعودة طيب وجهة نظر تحترم وأنا أقول وجهة نظري عادل نظر في براي طيب طيب أبو عنزي سؤالي هل بغض النظر ولنفترض أنه طالع عبدالجنيبي هل العادل أو هل يقول أي شخص الحق أنه يلغي الدرجة؟ لا لغاء الدرجة بسبب يعني حتى لو طالع من بدل أنا مهو بشغلي أنا كجمهور مهو بشغلي أنت يبدل له السؤال يشوف تصر حتى لو أنه طالع فعلا حتى لو أن عبدالله الجنيبي طالع طالع على قولتهم يا أخي أنت عندك سياسة فقرة خلها تمشي يعني على طريق المستقيم على الشي الصحي وبوحمود يقول عبدالله الجنيبي ما أحد يجبره يختار الإجابة الصحيحة يعني يروح عبدالله الجنيبي يختار إجابة خاطئة واشترك أنا صحيحة واشترك أنا صحيحة طيب إذا الحين قال ريان قال الثقافة مثلا طيب عبدالله الجنيبي في باله مثلا إجابة الصحيح أنا الثقافة يبغى تعكيد بسيء ممكن بسيء طيب يعني يروح يختار الإجابة الثانية عشان ريان قالها عشان يطلع من الشك لا طيب خالص جاوب بس يقدم البقرة شامنا هذا اللي تقول اقول عبدالله ماوم مجبور يختار وزارة الثقافة ليش مااختار إجابة ثانية ماها بنعجرب أن يحدد واجها أنتم لا خلصوا من عادل ولا خلصوا من عبدالله الجنيبي أنتم حارفتم إثنين أكوان ركوا انا ما عارفت عبدالله الجنيبي أنا been by Aarze أنا عارض كنت تعرضني انا دم الحين ان اني خطأ هيا انتم خطأ هذا اللي ليس عبدالله الجنيبي يختارو حزارة الثقافة يمكن عبدالله الجنيبي كان في باله ان هزارة الثقافة بس اوقفي عادل لن اجاوب على هذا السؤال اني انا سمعته ما راح اجاوب عليها عطلوا سؤال ثاني عرضوا متدار كلاب العرب لا عليك ايه وشلو تشاهده عبدالجنيبي لونشحان اني ابي يجاوب صح اسمع ابو حمود ابو حمود يعني ما اعلم من جدك والله من جد لا لا والله من جدك من جد يعني انا وانا متسابق اقول عادل بعد اذنك انا سمعت رجابه من ريان الساري عدل السؤال غير السؤال ايه عشان اذا جاوب نقول عبدالله قولها القولها قول يا اخواني مهم منطب مهم انطب مهم انطب مهم انطب م Anal واش دخلني انا انا كما تسابق اما واش دخلني فريان الساري واش دخلني في عادل من يقود الفقرة عادل بن هيف مهم عبدالله الجنابي عبدالله عادل بن هيف. اللي سمع الاجابه ويعيد صياغة سؤال اخر يعني فيه سؤال بديل مهم منطب اما الغاء اما الغاء النقاط كلها وحلمان عبدالله منه. يا اخوان انت تتكلم في متسابق الله يوفقها طلع وتتكلمون في 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 مقدم من نسبة المهنية عنده مية في المية وترجعون تقولون جوب عبدالله لتنبيه. طيب هل كل مقدم عنده المهنية عنده مية في المية ما يخطئ? واذا اخطأ طلع. امرك هو اعرف خطأ. اقول. ما في شخص. ما قلنا انه منزه يا اخواني. هو قادف. اقل نسبع مية في المية. نعم مهميته مية في المية. انا مية في المية. لا 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 انا مهنية عادلة انا اقول انها مية في المية. لكنها اخطأ. لكنها اخطأ. طيب ابو. المهنية. دقيقة 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 دقيقة. المهنية ما انها دخل في الخطأ يا رب. طيب بناخذها بوجه اخر. انت الان لو بدلت اه سؤال. المتسابقين عرفهم في اسئلة بديلة صاح? ايه. الاسبوع الجاي انا بارمع بها بغشش واحد. ايو عشانت لا لا بطق قريان. شكرا يا سلطان يا اخي شكرا يا سلطان. قلنا اتكلم. بطق قريان الساري بخزهم. خمسالاف. عشان للعبرة. ايه خلي اللي غيره هيجي يغشش. والله ما يقربوه من الباب. يشوف من الباب يبعدو منح عشرين متن. طيب السؤال الاهم. هل ما غشش اللي رياني يمكن فيه غيره مغشش عبدالله علياني. يا سلطان انا حبيتك الليلة يا سلطان. يا اخي شكرا يا سلطان. يمكن راح تغشش هالعلياني. ليش عبدالله الجنيبي يطلع? ليش يكشف? ليش يلغى? ليه غيره ما يلغى عليه? انا تقول يمكن. ايه? ما في شيء يكيد. ايه يمكن. خلاص ما في شيء يكيد. يعني انتي عادل ما شفت لذا? مثلا? ما شفت اللا ما شفت. لا انت كده غيرت. انت كده غيرت الوجهة. انا انا كده انا قول يا اهو عادل ما شاب. اللي شاب الاعداد. طيب طيب. طيب. ولا طرها ريان. وش تقولون بريان يا منه حري من البث وسبب المشاكل هذه وراح لذا اسلم مايكو قبر الوقت ولا ودخل الاعداد. وش تقول في يا ابو عمود. اول شيء بما يخصها ريان الساهري حلال في زقمة. ليش حلال في زقمة? ليش? الادمي هذا وصل محام مرحلة. كأنها الموتر اللي غرس وصك بطنه في القاع. ما عاد يتقدم ولا عاد يتوخر. في بت. ريان الساهري خلاص يا اخوان. ريان الساهري وصل الى مرحلة ما عاد يقدر يضيف لهذه الشاشة ولا شيء. هذه الشاشة تحتاج اضافات. تحتاج محتوى. تحتاج ابداع. ريان الساهري من يوم حلق شعره النا لله وان الهي راجعه وضعه. طيب. 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 قبل ان تقول ابو مناحي جهزولي سالم عدي في كون في شروم. وراشد تكفى حط لي عطي عطني ميوت لان الوشي مذبحني هنا. لا انت قعد تتكلم الان وعندك. اي 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 اي. طيب. ابو امناحي. ثم ماذا الى果ين يا ريان الساهري. والله يا ابو فرحة زي انك 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 اه اكدت ا المحور بخصوص ريان انها تعريج وليس hemos لان نكتفي حنا بل لت البارحة ما اكتمل ما اخذ معنا وعطى في المحور يتهرب عن صدق ويتهرب عن حقيقة بتصرفات لا صحة لها يقوم ويضرب الكورسي نحن نخاف يسحب علينا يجلي يجلس لا لا بدري علي له هو النسخة أصلا بدري علي له هو لأنت ونسخة تكسلا خلاص من يتهرب منا مرة لا نعطيه وجه مرة خلاص أخي بسم الله يا أخي عشان حنا نقول لك الحقيقة إنك يعني لو مثلا بقعد السؤال عليه ما انت بقاش اشي متعب العلياني يعني الجنيبي طيب تشوف إن مسفر برميثة قراره بحكم إنه مشرف متسابقين قراره 100% صحيح نحن أبو مانع دور دور الإشراف بقضل نظر عن كونه مقدم أدي في القليب وكذا كمشرف أثبت وجوده وجوده في البث حصلنا نشوفه حتى أكثر من الشباب في البث لا لا يا أبو مناحي شكاعل أبو برميثة البارحة برميثة تلهم أختي يا أخواني يسحب المايك هذا برميثة ولا مهار وين رايح يسحب المايك مشرف متسابقين طيب لا مش المتسابقين يوجه متسابقين ما هو يعقبهم لا أنا أنا لا زر يتغمها بيجي يقول نسحب المايك من ريان السال يرجع يرجع المشرفين وراه يا أخواني خطوتين ترى وليد البحيح وترى عمر بن هذال قالوا نتنازل عن القرارات حتى لا يصير صدام بيننا ومن المتسابقين ويجي مسير برميثة ويصاد بالمتسابقين لا يا أخواني خطأ على إذن من الإدارة قال بعظمة لسانه المتسابقين الذين تحت إدارة عمر بن هذال يتم عقابهم من وليد البحيح لا أنت هتم عقابهم والمتسابقين اللي تحت عفوا وليد البحيح يعاقبهم من عمر بن هذال هذا صحيح ببداية برنامج لكن بعد الشباب عمر و وليد قرروا أن العقوبات تصير من منبر آخر ومن منبر آخر حتى يتم الحواجز اللي بينه وبين المتسابقين تكسر ويسير هوم في صف المتسابقين قالوا وحنا ما نبيها قال ما سيبرميثة خلاص أنا يا الربع جيزي جيزي المشير من القبلي لكن يجي يسحب مايكات ما عد بقالله يخصم خاصم الفين أطرع براهم لا شوف ابرميثة شفت واجدها في البث ريلتي عالي يعني أفضل من بعض المتسابقين أبو عنزي أنا ما أبيض لهم ما ممكنه شخصناها بعض المتسابقين أنا من وجهة نظري مسفر بن رميثة يعني اتخذ القرار الصح لأن وجود المشرف يعني ما يجي طبطب على المتسابقين طبطب على رؤوسهم صح لا المشرف وظيفته أنه يوجه المتسابقين نعم يوجههم بس للوجهة الصحيحة وفي حال أن فيه متسابقين تجاوز ولازم يوقف التجاوز هذا لأنه إذا ما يوقف التجاوز فقد السيطرة على المتسابقين البقية إذا تجاوز ريان مثلا وسحب الماء يكمن غيره ما رح يتجاوز بس إذا تجاوز ريان وما سوى يعني مسفر شيء ولا اتخذ قرار وتجاوز اللي بعده تجاوز اللي بعده واللي بعده صار وجود مسفر زي عدمه يجي بس يضحك معهم يروح التوجيه 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 والإرشاد يحتاج إلى صرامة زي ما هو يحتاج إلى ود وهدوء وزي ما يحتاج إلى حتى يعني التعاطف يعني مسفر يحتاج أنه تعاطف ويحتاج أنه يكون ودي ويحتاج أنه يعني يبادر بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة لكن هناك يعني أشياء لازم يعني يتخذها في عدم تجاوز المتسابقين يعني لازم لازم يوقف المتسابق عند حده لأي وسيلة كانت بالكلمة الطيبة ما نفع بنبرة صوت معينة ما نفع يجي يسحب مايك ريان يقول ريان وقف المايك ريان محروم 24 ساعة سؤال هذه من وجهة نظر سؤال يا أبو عنزي أوجه نظرك تحترم بس أك سؤال هالعين المشرفين أليس الهدف الأساسي هو التوجيه نعم والإرشاد والإرشاد أوكي التوجيه والإرشاد على مغرب عنزي لكن ما هو العقاب العقاب أنت صاح بالعقاب صاح بس أنت جهة تنفيذية أنت طال أمرك ترشد يا عزيزي الريالتي يا شباب اللوكيشينات لا كذا لكن بقول إذا تعال 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 خمس ألف تعال لا لا ما أوصل ما قاله بكرة بيسويها لا لا ما يسويها حرمان من البث نقاط ما أدري من يعوضها حين ترى أنتم محسوبة في البراين أنا أشوف أنها تكون من صراحيات نسفروا من دور ماذا طيب سالم جاهز سالم صباح الخير سالم عدي صباح الخير يا جماعة أعطوني سالم عدي بصنا ما يحتاج ما يحتاج تلبية أصلا أنت تقدر